هل يجوز تخصيص العبارة التالية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على رؤية رآها أحد المسلمين ثم فكر صيغة من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم لا لا يجوز أن تتخذ الملامات مصدرا من مصادر التشريع ومصادر التشريع من الأذكار والعبادات والدعاء هو ما ورد في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة أما أهل العلم يجوز شيء مثلا شيء مقرر في الشريع ولكنك تركته فجاء شيخك في المنام أو من الصالحين رأيته فذكرك فيه نحن لا نجعل رؤية المنام الشيخ هو الذي حدد لنا هذه العبادة لا هي مقررة في الشريع لكن هذا الشخص تركها فجاء من يذكره ورأى في المنام تقبل هذا فهذا يختلف عن السؤال سؤال أنه أتى بعبادة منشأة جديدة من أين أتيت بها من المنام لا يلتفت إليه ترجمة نانسي قنقر